أهلا ومرحبا أغلب الصفحات يظهر عليها هذه المشكلة مخالفة سياسات تحقيق الأرباح للشركاء رغم أن كل هذه الصفحات عندها المحتوى تصوروا بالكاميرا أو بالهاتف وما يتطرق للقضايا الشائكة وما يتطرق القضايا السياسية وما ينشر النزاعات العرقية والسياسية وما إلى ذلك ورغم ذلك كتبا لهم مشكلة سياسة تحقيق الأرباح للشركاء وكيبال لك الدرع الأحمر على الصفحة ديالك اليوم سنحدده بالتفصيل السبب ديال هاد المشكل هادا والطريقة ديال الحل دياله ركزوا معايا مزيان وتابعوا الفيديو خطوة بخطوة من البداية للنهاية هات الصفحة هادي اللي كتشوفوا معايا دبا حاليا عليها مخالفة سياسة تحقيق الأرباح للشركاء ولكن غي كندخلو كنكليكيو عليها وكندخلو كنشوفو كنلقوا بأن معليها حتى شي مشكل في الواقع كيدهار لك بأنها ما كترفعش محتوى مخالف معليها حتى شي حاجة اللي غي خلي هاد المشكل هادا يظهر ولكن غي ننتقلو للموقع الرسمي ديال الفيسبوك مركز مساعدة الأعمال وغادي نشوفو شنو هي هاد سياسة تحقيق الأرباح للشركاء باش نفهموا كيفاش هاد صفحة هادي كتخالف هاد سياسة هادية سياسة تحقيق الأرباح للشركاء كيجمعها الفيسبوك في 12 نقطة وهي اللي كتشوفو هنا معنا أول نقطة إنشاء محتوى على واجهة مؤهلة ثم هناك الإقامة في بلد مؤهل تبع معايير المجتمع تبع سياسة تحقيق الأرباح من المحتوى مشاركة محتوى يتسم بالمصداقية مشاركة محتوى أصلي تحقيق أرباح من التفاعل حقيقي تبع شروط الدفع تبع شروط صفحات والمجموعات والمناسبات تحقيق حضور قوي تبع قواعد الفيسبوك الخاصة بالسياسيين والحكومات عدم الارتباط إلا بالكيانات التي تتبع سياستنا ولكن غيك نشوف هاد النقط هادية شنو هي النقطة الرئيسيا بين هاد النقط هادية اللي هاد صفحة هادية ما كتحقق هاش غيك نرجع لهاد شروط هادية كاملة كنلقوا بأن أغلب الصفحات اللي كيبان علي هاد المشكل هذا أن هاد شروط هادية عندها محققة إلا شرط واحد هنا غادي انطرت قولهم طبيعة الحل أنا ما كنهضرش على الصفحات اللي كترفع محتوى مشي ديالها صفحات اللي كترفع يعني محتوى الرياكشن يعني كتجمع شي حويج وكتلصقها وتدير محتوى وما إلى ذلك إن هذا كنقاش واحد آخر أنا كنهضر على الصفحات اللي محملة المحتوى أصلي ديالها وكيبان عليها هاد المشكل هاد غادي نمشي نقطة محددة بالضبط وهي السبب ديال المشكل وإلا استوعبنا هاد النقطة هادي غادي نحلو هاد المشكل هادي عن صفحة ديالنا هاد النقطة هادي بالضبط هي تحقيق حضور قوي غادي نشوفو شنو كيقصد الفيسبوك بتحقيق حضور قوي وشنو مالحواج اللي نقصن نحنا على هاد صفحات اللي أمامنا باش نعرفوا المشكل ونعرفوا الحل بالنسبة للفيسبوك كيقصد بتحقيق حضور قوي يجب أن يتمتع الناشرون ومنشئوا المحتوى وموفروا الخدمات التابعون لجهات خارجية بحضور قوي موثوق به في الفيسبوك يعني التأهل للاستفادة من كل ميزة تحقيق الأربح أن تتمتع صفحتك بحضور قوي لمدة 30 يوما على الأقل ولكن لحد الآن ما حضرناش ما فهمناش شنو هذا الحضور القوي هنه غادي نفهمه أكثر كيحدد لك المدة الزمانية على الأقل 30 يوما ولكن وللتمكني من الوصول إلى إعلانات المضمنة في المحتوى فإن ذلك أيضا يتضمن الاحتفاظ بقاعدة متابعين كافية وهو ما يستدل عليه بواسطة متابعيك على فيسبوك وحد أدنى لعدد مقاطع الفيديو غادي نشرحه بالتفصيل شنو هالحوية جالية غاك تلاحظوا الجملة ديال يتضمن والاحتفاظ بقاعدة متابعين كافية هنا ما كيحدد لكش الشرطة ديال 5000 متابعة باش نحققوا الأرباح من الإعلانات المضمنة في المحتوى قيطلب الفيسبوك كحد أقل هو 5000 ولكن هنا ما كيشير لهاش على ش بالضبط طبيعة الحل لأن هات الشرط هذا مرتبط بعواميل وحدة أخرى هاد العوامل الهدية هي التفاعل وعدد الفيديوهات وغايا نقصده هنا العدد الفيديوهات وهما الفيديوهات يعني اللي كنسجله والبت المباشر يعني رغم أنك تحقق الشرطة ديال 5000 متابعة إلا كان عندك تفاعل ضعيف جدا لأن هناك يبقى المصدر ديال المتابعين يعني باش جبتين المتابعين إلا جبتين فيديوهات طبيعة الحل كيكون التفاعل ضعيف جبتين بالإعلانات على الفيديوهات ديالك طبيعة الحل غايا نقصد تفاعل ضعيف وبالتالي هنا كيبقى بأن الفيسبوك ما كيحدد لكش العدد هنا في هذا الشرط هذا بالضبط يعني في الشرط ديال تحقيق حضور قوي لأنه يأخذ بعين الاعتبار مصدر ديال المتابعين ديالك هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وهو هنا ما كيحدد لكش عدد الفيديوهات ما كيقول لكش خمسة ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين وما إلى ذلك إعلاش بالضبط نفس الشيء إذا كان عندك تفاعل قوي على الفيديوهات ديالك غا يكون تحقق خمسة لاف متابع وتحقق يعني خمسة ديال الفيديوهات فعليهم جوج ديال البت المباشير وثلاثة ديال الفيديوهات ويقدر يتقبل منك ولكن إذا كان عندك تفاعل ضعيف ما كتبقاش كافيك خمسة لاف وما كتبقاش كافيك خمسة ديال الفيديوهات ولا عشرة ديال الفيديوهات يعني خاص يكون عندك فيديوهات ويكون عندك بت مباشير بأكبر عدد ممكن باش يتحيد لك هذا المشكلة هذا بخلاصة القول أن الصفحات اللي مع لهاش تفاعل كبير يجب عليها أن ترفع أكبر عدد من الفيديوهات وأكبر عدد من البت المباشير للوصول إلى أكبر عدد من التفاعلات وبالتالي أنا ذاك سيختفي درعه الأحمر بشكل تلقابي كنكونوا الآن عرفنا شنا هو المشكل وعرفنا شنا هو الحل اللي عنده هاد المشكل هادا ومطبيعة الحال المحتوى دياله يعني ما جابش المحتوى مكان واحد آخر ما عليه إلا يرفع الفيديوهات ويدير البت المباشير باستمرار وهنا شي واحد غيسولني غيقول لي يا شحال ديال الفيديوهات وشحال ديال التفاعل هناك يبقى على حساب المحتوى ديالك نعطيكم على سبيل المثال إذا كنتك ترفع المحتوى الديني في غالب الضم غاتبان عندك هاد العالمة ديال الدرع الأحمر علش بالطبط؟ لأن بكل بساطة المحتوى الديني كيكون عليه تفاعل كبير جدا وكيكون عليه مشاهدات كبيرة جدا ولكن الفيسبوك باش يقبل لك هاد الأنواع ديال هاد المحتوى هذا يجب عليك أن تكون المشاهدات بالملايين وما كيكتفيوش بستين ألف تقيقة لكن هناك بعض المحتويات يكفي أن يكون عنده ستين ألف تقيقة في آخر شهرين ويكون عنده خمسة ألف ويكون عنده تفاعل لا بأس به وغادي تحقق الربح من الإعلانات المضمانة في المحتوى وغاي يختفي الدرع الأحمر دبا غادي نمشيو لهات الصفحة هادية اللي عندنا وغادي نشوفو هاد المسائل هادية اللي هدرنا عليها هنا كيف ما كان دخلو للصفحة ديالنا كان اختارو آخر ميزة وهي الميزة الآخرة وأول حاجة غادي نشوفو شنو هي كتبنا بأن هذه الصفحة دي عليها دقائق قليلة ولكن النقطة الأساسية وهي التفاعل التفاعل عليها منعدم وكذلك الشهر الآخر والثلاثين يوم الآخرة ما تمش تحمل عليها الفيديوهات وما عليهاش البت المباشر نهائيا يعني سبب المشكل في هذه الصفحة هادية هو البت المباشر اللي ما كاينش وقلة عدد الفيديوهات ونسبة التفاعل منخفضة وبالتالي عرفنا السبب ديال المشكل الحل هو أننا نخدمه على هاد الحواج هادية وأنا داك سيختفي الدرع الأحمر نتمنى أن يكون هاد الفيديو هادا استطعت أنني نوضح في هاد المشكل هادا ونقدم فيه الحلول إلا كنت أول مرة كتشوفوا القناة ديالنا وما زالين ما مشتركينش معنا شتركوا معنا في القناة خليونا في تعليقات ديالنا نتمنى أنكم تنشروا الفيديو باش تعمل معرفة لجميع شكرا لكم وإلى فيديو قادم بحول الله ترجمة نانسي قنقر